طيب محمد صلاح والفترة الجاية عنده بطولة افريقيا وما لم يتحصل على بطولة افريقيا مع المنتخب المصري اول لعب 17 وصلنا الانهائي لكلام موفق 19 خرجنا بادري فشاف ان صلاح لو قدر مع المنتخب المصري طبعا وكل اللعيبة اللي موجودة في المنتخب خد بطولة افريقيا وصعدنا كاس العالم هيكون ده الانجاز الشخصي اللي ممكن يخليه يدخل وبيقوة في الفوز للبطولة الجائزة دي هو انجاز هيكون شخصي وجماعي برضو في المنتخب المصري لانه في الحاجات الدولي بتتحسب والانجازات الشخصية بتاعته بتتحسب لكن صلاح مش هيقدر بطولة الواحده حتى لو هو مميز لازم اللعيبة كلها تكون مميزة لازم المدير الفني يحط ايده على التشكيل الاساسي اللي هيبدأ به سواء في البطولة العربية او في تصفيات افريقيا او في المطش الفاصل عشان نوصل كاس العالم صحيح مفيش حد بيكسب لوحده هي منظومة كاملة منظومة لعيبة منظومة اتحاد كورة ومنظومة اجهزة فنية فاتمنى طبعا ان مصر ان شاء الله تبقى البطولة العربية دي زي فترة اعداد مميزة بحيث المدير الفني مستر كروش يحط ايده على التشكيل لازم يقف فيه تشكيل ثابت واساسي المنتخب مصر لازم يقوله واحد عارف دوره ايه والبدلاء ايه هاساس مش عايزين نبتدي نقعد نختار كتير لا انا يا سابت 17-18 لعيب ابتدي دول احاب دقبين بقى البطولة العربية بطولة افريقيا تصفيات كاس العالم والمطش الاخير وبعد كده فيه مجموعة تانية ممكن اختار منها تكون برضو موجودة في القايمة لكن او دلوقتي لازم يحط يده على بعض مراكز ممكن يكون منتخب بيعاني منها شوية زي الجناح الشمال بعد اصابة تريزيجي وبعد اصابة عمر مرموش اعتقد المركز ده شوية مش موجود وخاصة بعد استبعاد بعد العيبة وكده فهو طبعا ده مدير فني هو حر في اختياراته ورغم اللي انا فيه كنت ايبا زعلان انه ممكن طريق حامد ما اتخدش طريق حامد لعيب مميز بس برضو المدير الفني هو الحر في اختيار اللي عبته كلنا ده عمليه لمنتخب مصر وممكن الفترة الجاية نلاقي دور الطريق حامد موجود مع المنتخب ويهمنا احنا دايما يهمنا منتخب مصر يعني طيب القايمة اللي هو اختارها في بطولة العرب الكابتك واسق انها ممكن تعمل نتاية كويسة وتوصل للنهائة على الاقل ولا لا اشايف انه العشر لعيبة اللي ملعبوشها بلكده الشباب انهم ممكن ما يقدوش المطلوب منهم لا انت بص عندك الدوري المصري مميز او معظم اللعيبة دي تم باختيارها من الدوري المصري صحيح هو لعيبة مميزة وفي اللعيبة الاساسية موجودة احنا عندك بس اللهم المحترفين اللي مش موجودين مظمو انا مش هكسب وانا قاعد بقول انا منتخب مصر وانا صاحب التاريخ لا لازم اجتهد في الملعب لازم يكون عندي هدف عشان اوصله لازم عمري ما انكسرش لو وقعت لازم اقوم بسرعة اما حاجة اللي انت تبقى عندك هدفه قوي وفيه شغل بقى مدير فني فيه شغل لعيبة فيه شغل نجوم في الفرقة هي منظومة متكاملة وفي الاخر انت بتلعب باسم مصر اللي هي التاريخ الكبير في الكرة بس مش هتكسب اللي ازا كنت كويس في الملعب انسى التاريخ انسى الاسامي انسى كل حاجة تسعين دي اهي اللي بتحدد ازا كنت ممكن تكون شامبيون بطل او مش بطل